ترجمة نانسي قنقر حيث يأتي ذلك على همش تلبية الطلب المتنامي على استخدام هذه المواصلات من قبل المواطنين والمقيمين والوافدين وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة صفاء باقر التاجر مدير إدارة تنظيم النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات مساء الخير السيدة صفاء وبداية لو تحدثين عن فكرة موضوع المزايدة والبطاقات التشغيلية التي سيتم تطبيقها في الشهر القادم مرحبا أهلا سهلا أولا في البداية حبيت أشكر تفزيون بحرين للإصطلافة في هذه البرنامج وعلى ضوء توجيهات صاحب اسمه الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الموزراء الموقر وعلى ضوء تدور قانون المرور الجريد تم إناطة تنظيم مهام قضاع النقل بري إلى وزارة الموصلات والإتصالات ونحن في الوزارة نسعي إلى تطوير هذا القطاع ونسعي أيضا إلى تطوير قطاع سيارات الأجراء وسيارات الأجراء تحت الطلاق البحرين إن شاء الله في شهر إبرا القادم الوزارة تقوم بطرح مزايدة عامة لبطاقات تشغيلية لسيارات الأجراء ونحن نطمح من خلال طرح هذه المزايدة استقطاب شركات ذات كفاءة عالية لتخديم خدمات متميزة للذباء والركاب في مملكة البحرين وطبعا من خلال هذه المزايدة نفتح في الوزارة جميع هذه العطاءات للشركات الراغذة للمشاركة في المزايدة وسيتم تقييم جميع هذه العطاءات بالنسبة للناحية الفنية والناحية المالية حسب معايير واشتراطات محددة نعم سيدة صفاء كيف سيختم هذا النظام المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين من خلال هذه المزايدة نحن سنعلن عن الشركة الطائفة المزايدة وسنلاحظ عدد متزايد ومتنامي في عدد سيارات الأجراء في البحرين وليس فقط العدد المتزايد للسيارات بل عدد السيارات التي تقدم خدمات أفضل وخدمات مبتكرة لسيارات الأجراء وعلى ضوء هذه الخدمة الجيدة سنقدم نحن كوزارة ومن خلال هذه الشركات أفضل خدمات المواطنين والمقيمين في البحرين نعم على الصعيد السياحي في رأيكم ما أثر هذا النظام على هذا الصعيد طبعا كما ذكرنا قبل قليل بأن عدد سيارات ذات الجودة العالية وذات المواصفات المتميزة سيزيد في البحرين وهذا سياكس إيجابيا على مملكة البحرين حيث ستكون خدمات سيارات الأجراء متوفرة للسياح وسنلاحظ هذه الخدمات في جميع أنحاء البحرين للسياح الوافدين للمملكة نعم السيدة صفاء باقر التاجر مدير إدارة تنظيم النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات شكرا جزيلا لك